الفصائل المسلحة العراقية توعدت بمهاجمة مراكز نووية حيوية وحساسة داخل إسرائيل والفصيل العراقي الذي قام بإطلاق هذه التهديدات هو فصيل معروف وهو فصيل أصحاب الكهف الذي ظهر على قنوات التليجرام في شهر يوليو من عام 2023 ونفذ الكثير من العمليات ضد مستشارية تحالف الدولي في داخل العراق وفجأة يوم الأحد هذا الفصيل الأحد الماضي قام بتغيير الشعار الخاص به وقام بتغيير أيضا اسم الفصيل وتحول من أصحاب الكهف إلى كتائب صرخة القدس وأصدروا هذا البيان الذي ترونه أمامكم واليوم قاموا بنشر مقطع مصور من القمر الصناعي للهدف الذي ينون استهدافه وهذا الهدف كما تلاحظون هو إحدى الأهداف الموجودة في داخل إسرائيل وهو إحدى المراكز النووية المهمة والخطيرة للغاية وهو مركز سوريك للأبحاث النووية هذا المركز يبعد تقريبا 240 مترا فقط عن مفاعل سوريك النووي الذي ترونه هنا والذي تأسس في عام 1958 ويعتبر عاصبا نوويا استراتيجيا مهما للغاية بالنسبة لإسرائيل وهذه المنشأة النووية المهمة هي تأتي إلى الجنوب من تل أبيب وكذلك إلى الشمال من أزدود هذه تل أبيب وهذه أزدود وعلى البحر المتوسط وعلى الرغم من أن المسافة تبدو بعيدة وصعبة بالنسبة للفصائل العراقية للقيام بمثل هذا الاستهداف بسبب موقع هذه المنشأة هنا أي أن الفصائل العراقية على سبيل المثال إذا ما قامت بإطلاق الهجوم من سوريا أو حاولت من إطلاق الهجوم من العراق فوق المملكة الأردنية الهاشمية والضفة الغربية وصولا إلى إسرائيل حتى البحر المتوسط أو من الجنوب عبر ميناء إيلات لتصل إلى هذه المنطقة تبدو المسافة بعيدة للغاية هناك كثير من المنظومات الدفاعية التي ممكن أن تتصدى لأي هجوم حاضر ضد هذه النقطة ولكن الطائرات المسيرة إن كانت الطائرات المسيرة الإيرانية والخاصة بحزب الله اللبنانية والفصائل العراقية أو حتى جماعة الحوثي أثبتت بأنها قادرة على تحدي المنظومات الرادارية ومنظومات الدفاعية إن كانت الأمريكية أو إن كانت حتى الإسرائيلية وكذلك أطراف أخرى من الممكن لها أن تستهدف هذه المنشأة التي نتحدث عنها على سبيل المثال حركة حماس رغم كل الضغط الذي تعرضت له حركة حماس حتى يومنا هذا منذ الثامن من أكتوبر وإعلان إسرائيل الحرب بعد عملية طفان الأقصى إلا أن حركة حماس في الاثنين وسبعين ساعة الماضية تمكنت من أطلاق صاروخين من خان يونس واحدا من هذه الصواريخ تمكن من الوصول إلى جنوب تل أبيب أي إنه تعدى مركز سوريك للأبحاث النووية أي إنه قادر أساسا على التوجه باتجاه هذه المنشأة النووية كذلك جماعة الحوثي كلنا نتذكر تمكنت من إطلاق طائرة مسيرة خاصة بها فوق البحر المتوسط وتمكنت في نهاية المطاف من ضربي تل أبيب بشكل مباشر أي إنها تعدت أيضا مرة أخرى هذا المركز وقادر على التوجه بضربي هذا المركز النووي المهم للغاية وإيران أساسا في عملية الوعدة الصادق قامت بمهاجمة القاعدة المهمة للغاية وهي قاعدة نيفاتم في شهر أبريل من هذا العام وتمكنت من ضربي هذه القاعدة بست صواريخ أساسا والقاعدة لا تبعد إلا مسافة 22 كيلو مترا عن مفاعل ديمونا هنا وهنا إيران أثبتت بنفسها بأنها قادرة فعلا على تخطية هذه المنطقة وأعطت رسالة لإسرائيل بأنها كان من الممكن لها أن تضرب مباشرة المفاعل النووي بهذه الصواريخ ومفاعل ديمونا يعتبر من النقاط الاستراتيجية والخطيرة للغاية وكذلك يجب أن لا ننسى بأن جماعة الحوثي أيضا قادرة على مهاجمة مفاعل ديمونا لأنه يأتي باتجاهها بشكل مباشر وجماعة الحوثي حتى هذه اللحظة لم تنتقم للضربة التي تعرضت لها في مدينة الحديدة من قبل الجالب الإسرائيلي وإيران أيضا لم تنتقم حتى هذه اللحظة لإسماعيل هنية وبالتالي هذه التهديدات باتجاه هذه النقاط هي ليست بالتهديدات العادية أمدا لأننا نتحدث هنا عن خواص الرخوة ونقاط ضعف موجودة في داخل إسرائيل هناك المزيد من نقاط الضعف الموجودة في إسرائيل هي ليست فقط هذه المفاعلات التي نتحدث عنها لا أبدا بل أن هناك منشأة للأبحاث البيولوجية للأسلحة البيولوجية الموجودة وهي موجودة إلى جنوب تل أبيب إلى شرق هذه المنطقة كذلك أن هناك ما يطلق عليه تيروش وهي منشأة لتخزين الأسلحة النووية الإسرائيلية الغير مصرح بها من قبل إسرائيل وهناك أيضا ميناء حيفا يعتبر نقطة رئيسية ومهمة وهي مهددة من قبل حزب الله اللبناني وكذلك هناك يودي فات التي تأتي إلى شرق حيفا وهذه المنشأة هي متخصصة في تفكيك وكذلك تجميع الأسلحة النووية في إسرائيل بالتالي هذه النقاط هي كلها تعتبر نقاط ضعف خطيرة بالنسبة لإسرائيل وها هي الفصائل العراقية تهددها بهذا الشكل الخطير الذي نراه وطبعا الفصائل كما هو واضح إن كانت العراقية أو غيرها تضغط باتجاه هذه النقاط مع ما يرونه وما يجري في قطاع غزة حيث أن إسرائيل مع التقدم الذي تحققه في قطاع غزة يوما بعد يوم أسبوع بعد أسبوع يجعلها مهتمة أكثر في مواجهة حزب الله اللبناني يرون في حزب الله خطر كبير بالنسبة لهم وبدأت إسرائيل تهتم بهذه المسألة وبدأت بنقل أساسا أصولها العسكرية وتركيزها من الجنوب إلى الشمال وبدأت تنشر المزيد من القطاعات في جنوب لبنان وكذلك باتجاه مرتفعات الجولان وكانت هناك لقطات قد نشرت في الأربعة وعشرين ساعتنا الماضية من قبل أوسنت ديفندر كما تلاحظون هنا من مصدر سوري مهم وحصري فيما يتعلق بالتحركات الموجودة في مرتفعات الجولان وهو نور أبو حسن الذي نقل هذه اللقطات الحصرية الذي أكد من خلالها بأن هناك دبابات والمزيد من الدبابات قد وصلت إلى جنوب لبنان وكذلك مرتفعات الجولان في إشارة إلى أن إسرائيل تستعد لساعة الصفر للهجوم على حزب الله اللبناني وكانت هناك أيضا ضربات مساء يوم أمس باتجاه العنق اللبناني نتحدث عن البقاء باتجاه بعلبك إلى شمال بعلبك كانت هناك ضربة لشحنات الأسلحة الخاصة طبعا بالفصائل المسلحة المقربة من إيران وحزب الله اللبناني ضربت ثلاث شاحنات قالت المصادر بأنها شاحنات للأسلحة هي التي ضربتها إسرائيل بهذا الشكل المباشر وكذلك كانت هناك ضربات مستمرة ظهر هذا اليوم على مناطق مثل عين التينة في لبنان وأيضا في نفس الوقت كانت هناك قنابل ضوئية أطلقت من إسرائيل ما بين مرتفعات الجولان والقنيطرة السورية ودرعى 24 هذا المصدر السوري المهم كان قد أشار بصورة حصرية له للقنابل الضوئية الإسرائيلية وأكد هذا المصدر أن كانت هناك ضربات من قبل إسرائيل إن كانت دبابات أو إن كانت مدفعية إسرائيلية ليس واضحا ولكن واحدة منها هي التي ضربت أهدافا في داخل سوريا في القنيطرة بعد إطلاق هذه القنابل الضوئية في جبهة جديدة إسرائيل تركز عليها أيضا بشكل هائل وأيضا كانت هناك ضربة كبيرة من قبل الجانب الإسرائيلية اليوم في الداخل السوري هذه الضربة تحدثت عنها وكالة رويترز المرصد السوري لحقوق الإنسان وهذه اللقطة الأولى لهذا الاستهداف الذي أدى في نهاية المطاف إلى مقتل أربعة أشخاص واحدا منهم هو أحد القياديين في حركة أو في حزب الله اللبناني وهو محمد حسن طها بالإضافة إلى ثلاثة عناصر من سرائل قدس والذي قال الجيش الإسرائيلي بأن أحدهم هو مسؤول عن عملية تجنيد الفلسطينيين في داخل اللبنان لصالح حزب الله اللبناني ويقوم أيضا بالتنسيق للفصائل الفلسطينية في سوريا وفي لبنان لمواجهة إسرائيل تحديدا بالتالي إسرائيل اعترفت بهذه العملية التي جاءت بضربة من طائرة مسيرة بالتالي هنا الفصائل العراقية أو إيران ترى ما الذي يجري هنا بأن إسرائيل الآن مع تقدمها في قطاع غزة وسحبها للقطاعات الرئيسية واستبدالها بقطاعات احتياط والتركيز على مسألة اغتيال يحيى السنوار الذي يعتبر مسألة استراتيجية بالنسبة لإسرائيل الآن إسرائيل تضغط على حزب الله وبدأت تضغط أيضا على الضفة الغربية بعمليات مكثفة الآن بعد محاولة التفجير التي جاءت من شخص فلسطيني من سكان جنين تحديدا من الضفة الغربية وصل إلى تل أبيب وتسبب بانفجار كبير ويبدو بأنه لم يتمكن من الوصول إلى هدفه لكن هذه المسألة دفعت القوات الإسرائيلية الآن للضغط بشكل هائل على الضفة الغربية هذه المسألة تراها إيران وتراها الفصائل المسلحة إن كانت الموجودة في سوريا أو إن كانت حتى في العراق بأنها مسألة تهديد خطيرة لأن الآن إسرائيل انتقلت من مسألة حركة حماس إلى مسألة حزب الله اللبناني وإن تمكنت من إنهاء التهديد من حزب الله اللبناني كما تمكنت من حركة حماس ومن الممكن الضفة الغربية أو الضفة الغربية طبعا في المستقبل إن تمكنت من هذه المسألة يعني جبهات مباشرة لها قد قضت عليها ويعني بأنها ستنتقل وستزداد أهمية مواجهة الفصائل في سوريا والفصائل في العراق وقد يكون قبل العراق وقبل سوريا جماعة الحوثي التي تهدد بشكل كبير مناء إيلات الذي تضرر كثيرا من العمليات التي تقوم بها جماعة الحوثي وهذا يعني لإيران على المستوى الاستراتيجي بأنها بدأت تفقد الجبهات التي شكلتها من أجل مواجهة إسرائيل وإسرائيل تستغل السابع من أكتوبر من أجل إضعاف كل هذه الجبهات وحتى تهديد إيران بشكل مباشر وإسرائيل قادرة وأكثر من قادرة على إشعال هذه الجبهات خاصة مع دعم أمريكي كبير للغاية وجود أمريكي هائل اليوم في منطقة الشرق الأوسط نتحدث عن 11 مدمرة أمريكية بالإضافة إلى حاملتين للطائرات موجودة هنا في خليج عمان كلها باتجاه إيران وهنا بهذا الاتجاه ترى بأننا أمام 8 مدمرات أمريكية بالإضافة إلى مجموعة الاستعداد البرمائية USS Wasp أيضا موجودة في هذه المنطقة هذا الانتشار الأمريكي لوحده عدى الانتشار البريطاني أو الفرنسي أو حتى حلف حارس الازدهار أو حتى أسبديز الذي يأتي باتجاه اليمن لمواجهة جماعة الحوثي بالتالي هذا الانتشار الكبير شحنات الأسلحة الهائلة هي كلها تعطي فرصة كبيرة لإسرائيل للبدء بعمليتها باتجاه جنوب لبنان وواضح جدا أن الفصائل العراقية أو حتى إيران ترى أهمية في تهديد الخواصر الضعيفة نقاط الضعف أو الخواصر الرخوة ونقاط الضعف الموجودة في الداخل الإسرائيلي لإعطاء فكرة لإسرائيل بأنها بدأت بالتقدم باتجاه جنوب لبنان ومحاولة ضرب قدرات حزب الله اللبناني هذا قد يعني ببساطة أن نقاط الضعف قد تضرب اشتركوا في القناة